فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال المؤلف رحمه الله فصل واعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم فرقا يجب اعتباره وإجمالا يحتاج إلى تفسير نعم قاعدة عظيمة لما ذكر رحمه الله تحريم التشبه بالشياطين تحريم التشبه بالكفار وتحريم التشبه بالأعراب تحريم التشبه بالأعاجم ذكر أن هناك فروقا بين التشبه بالشياطين والتشبه بالأعراب والأعاجم فإن التشبه بالشياطين ممنوع مطلقا ولا يستثنى منه شيء لأن الشياطين كلهم شر وليس فيهم صلاح أبدا فلا يجوز التشبه بهم مطلقة وليس فيهم صالحون وأما الأعراب ففيهم من هو صالح ومؤمن ومستقيم وكذلك الفرص والعجم فيهم من أولياء الله وفيهم من أهل العلم وأهل الصلاح الشيء الكثير فالتشبه بالشياطين ممنوع مطلقة وهو حرام شديد التحريم أما التشبه بالأعراب والتشبه بالعاجم والفرص فهو أخف نظرا لما فيهم من الصلاح يعني في بعضهم من الصلاح والصالحين فالأعراب الله جل وعلا قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول أثنى الله عليهم على هذا الصنف من الأعراب فدل على أن الأعراب ليس كلهم مذمومين وكذلك في الفرص والأعاجم فإن الله جل وعلا قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم هذا من باب المدح هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ثم قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم يعني يثني على هؤلاء الآخرين الذين سيلحقون بهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من المراد بذلك وكان عنده سلمان الفارسي رضي الله عنه فوضع يده على سلمان وقال لو كان الإيمان بالثرية لناله رجال من هؤلاء يشير إلى سلمان وأمثاله ممن أسلموا من الفرص وتعلموا وصاروا من أكابر العلماء وكبار الأئمة كما يأتي ذكر تمثيل لهم فدل على أن الفرص وأن العجم ليسوا مذمومين مطلقا وإنما فيهم من الأخيار الشيء الكثير بخلاف الشياطين فإنهم مذمومون مطلقا نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا قال رحمه الله تفسير ذلك أن نفس الكفر والتشيط مذموم في حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين نعم الكفر والتشيط هذا أني مذمومان مطلقة لا يستثنى شيء من الكفر والتشيط ولا يقال أن الكفر بعضها خف من بعض فيتساهل مع بعضهم وهم كلهم أعداء الله سبحانه وتعالى وكذلك الشياطين من شياطين الإنس والجن لا يقال أن هناك شيطان أخف من غيره بل كل الشيطان شر ولا يستثنى منها شيء بخلاف الأعراب والفرس ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله تعالى وعند رسوله وعند عباده المؤمنين ليست مذمومة في هذا اللفظ من أجل هذا اللفظ وإنما هي مذمومة بالنسبة لأهلها ترجمة نانسي قنقر